السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحشتوني صلى على الحبيب أولوكم تطيب إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعود بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله النهاردة مكملين مع حضراتكم في آية الصلاة على الحبيب آية 56 سورة الأحزاب وقفنا في الحلقة السابقة مع خصائص هذه الآية والنهاردة هنقول كيفية صلاة الله على النبي أدي أحد كيفية صلاة الملائكة على النبي كيف نصلي نحن على النبي صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري عن أبي العالية أن صلاة الله على حبيبه بمعنى ذكر الله وثناؤه على الحبيب في الملأ الأعلى أقول تاني كيفية صلاة الله على الحبيب كثير من أهل العلم قالوا أنه الثناء الله يثني على نبيه في الملأ الأعلى أمام الملائكة ولله المثل الأعلى أأكد لا نشبه لا نؤول لا نعطل ولكن في إطار قول الحق سبحانه ليس كمثله شيء يعني ربنا بيذكر سدن النبي بالمحاسن والمآثر والصفات العظمى ويثني عليه في الملأ الأعلى أدي معنى إن الله يصلي على النبي تمام الثناء والذكر في الملأ الأعلى ياخذ ربنا بيذكر المؤمنين في الملأ الأعلى شف الإمام الجنيد قال أنا أعلم متى يذكرني ربي في الملأ الأعلى إنسان عادي هو مش نبي يعني نحسبه من الصالحين قاد له كيف قال أذكره أنا هنا في الأرض ويذكرن هو في الملأ الأعلى اقرأوا إن شئتم فاذكروني أذكركم يبقى آدي معنى صلوات الله على الحبيب طيب الملائكة وملائكته يصلون على النبي صلاة الملائكة دعاء وبعضهم قال لا دا استغفار واللي اتنين قريبين من بعض الدعاء والاستغفار طيب دي أخذوها من قول الله تعالى من قول النبي عفوا صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتستغفر وفي رواية لتصلي على أحدكم ما دام في مصلى شوف الحديث يقول إيه إن الملائكة لتصلي على أحدكم ما دام في مصلى وفسر سيدنا النبي الصلاة من الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمها يبقى معنى الحديث ده إن سيدنا النبي بيقول وانت قاعد في مكانك في المسجد اللي هتصلي فيه وانت على طهارة الملائكة بتصلي عليك وجد النبي فصر صلاة الملائكة إن هي بتدعو لهذا العبد وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه يبقى صلاة الله على نبيه ذكر ذكر وثناء في الملاء الأعلى وده حاجة عظيمة وحاجة كبيرة يعني صلاة الملائكة على النبي دعاء واستغفار للنبي صلى الله عليه وسلم طب صلاتنا نحن خدوا بالحضراتكم تكريم لنا جبر خواطر لنا طب واحد سيدنا النبي صلى عليه ربه وصلت عليه الملائكة هل يحتاجوا منا صلاة لا في الحقيقة احنا اللي محتاجين نصلي على سيدنا النبي بس قبل ما نعرف بقى الحتة دي نسأل نقطة مهمة جدا بعد ما تصلي بينا على سيدنا النبي ويصلي على الحبيب قلبك يطيب هل الله يصلي على أحد غير رسوله صلى الله عليه وسلم أما ليه بالجد ومن القرآن قال تعالى هو الذي يصلي عليكم على مين؟ على المؤمنين على الموحدين هو الذي يصلي عليكم وملائكته والملائكة كمان ليخرجكم من الظلمات إلى النور الآية من أولها يا أيها الذين أمانوا ذكروا الله اللي عايز ربنا يصلي عليها هو عايز ربنا يذكره في الملائكة الأعلى اسمع الآية والملائكة كمان يا أيها الذين أمانوا ذكروا الله ذكرا كثيرا ومن العجب أن الآية دي كمان في الأحزاب وسبحوه بكرة وأصيلة ذكر وتسبيح طب تصل لإيه بقى النتيجة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هذه واحدة اتنين ويصلي الله على الصابرين على الصابرين يا أهل الصبر أبشروا أيها الصابرون استبشروا بصلاة الله عليكم اقرأوا كده معايا سورة البقرة ولنبلوناكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين افتح كده وركز كده افتح ألبك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون جزاؤهم إيه أولئك عليهم أيوة صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله يبقى ربنا يصلي على الذاكرين المسبحين ربنا بيصلي على الصابرين على المصائب التالت مهمة أوه بقى جدا يا سلام على طلبة العلم سواء العلم الشرعي وهو أشرف العلوم أو العلم الدنيوي النافع للأمة ودي وردت في السنة في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى الحيتان في الماء والنملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير يعني اللي بيعلم الناس الله يصلي عليه والملائكة تصلي عليه والحيتان والخشرات والسمع تصلي عليه تصلي عليه يعني إيه أيوة تدعو له في حد تانا ربنا بيصلي عليه أيوة في الحديث الصحيح أيضا الجماعة اللي بياقفوا خاصة في الصفوف الأولى خلف الإمام في صلاة الجماعة على اليمين يبقوا من السابقين خاصة في الصف الأول قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته ليصلون على ميا من الصفوف يا سلام يبقى ربنا بيصلي على غير النبي أيوة أمه ليه يصلي على طلبة العلم اللهم اجعلنا منهم يا رب يصلي على الصابرين على المصائب في الصراء والدراء يصلي على الذاكرين المسبحين يصلي على ميا من الصفوف وصلاة الله يعني ذكره وثناءه لنا في الملأ الأعلى طب هل ممكن أنا أصلي على حد غير النبي الصلاة والسلام على جميع الأنبياء المرسلين مسلم به عند جمهور أهل العلم طب ممكن أصلي على أي حد أقول فلاني يعني يا أحمد ربنا يصلي عليك نعم والجواب يجوث وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلي على آل أبي أوفة جماعة كده أسرة قبيلة اسمهم أبو أوفة فالنبي دعا وقال اللهم صلي على آل أبي أوفة وامرأة جابر لما جات لسيدنا النبي قالت له يا رسول الله ادعو الله أن يصلي علي فقال لها النبي صلى الله عليك وعلى زوجك وبعدين احنا بنقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبعدين من الصيغ المأثورة المتفق عليها وصلي على أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أتباع سيدنا محمد الله مش كده برضو وعلى ذريات سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين بس بعض أهل العلم قال لك خل الصيغة دي خاصة بالأنبياء والمرسلين حتى لا يحصل لغط وخلط عند العوام وبعضهم قال لأ دا الرسول لما صلى على آل أبي أوفة وصلى على امرأة جابر وجابر دكت من خصوصياته صلى الله عليه وسلم فبلاش احنا ليه عشان ما يحصلش خلط ما يحصلش لخبطة عند الناس يبقى عرفنا في هذه الحلقة كيف يصلي أن صلاة الله على النبي ذكر وسناء في الملاء الأعلى بالمحاسن وصلاة الملائكة دعاء واستغفار وصلاة المؤمنين تكريم لنا ولسه هنكمل في الحلقة الجاية احنا بنصلي على النبي ليه لماذا نصلي على النبي وقلنا أن في بعض ناس ربنا نفسه بيصلي عليهم سبحانه وتعالى على طلبة العلم على ميامن الصفوف على الصابرين على المصائب على الذاكرين المسبحين ويجوز أن نصلي على غير الأنبياء والمرسلين وبعضهم قال لا اجعل هذا الأمر خاص بالأنبياء والمرسلين وخاص بسيدنا النبي محمد حتى لا يحصل لغة مجرد الناس ما تسمع صلى الله عليه وسلم يعرفوا أنه هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شاء الله تعالى من شيء بعد اشهد الله أني أحبكم في الله تقبل الله منه ومنكم لسه هنكمل لسه هنكمل مع هذه الآية والمرة الجاية هنقول احنا ليه بنصلي على سيدنا النبي في الحلقة الجاية ان شاء الله أراكم على خير وصلى على الحبيب قلبك يا طيب السلام عليكم ورحمة الله